نبدأ نستعرض الأسئلة ونشوف أول سؤال معانا زي ما احنا تعودين هد السؤال اللي هو رأس السؤال اللي قدامي هنا مقولة احنا متفققين مع بعض هد السؤال ده قد يكون مقولة العالم قد يكون مقولة الفيلسوف قد يكون موقف حياتي قد يكون حكمة قد يكون مثل شعبي قد يكون هد السؤال كمان حكاية السؤال عندي بيقول يقول الثقافة لا تستهلك فكلما استخدمتها استعملتها يعني زادت أملاكك شفيت تشبيه تشير المقولة إلى الثقافة الاختيارات كمعرفة كبناء من المفاهيم الأساسية كبناء من المفاهيم المتربطة كعملية إنسانية انت هنا بتمتلك رصيد كبير جدا من المعرفة معلومات على معلومات على معلومات بتنتقل من الأجداد للآباء للأبناء هبتتالي الثقافة هنا انت كما تستخدمها وبتمارسها زادت أملاكك يبقى طبعا هنا زي ما انت بتجاوب واسق اللي انت بتجاوب صح الثقافة كمعرف نروح نشوف سؤال تاني يكون نصر حامد أبو زيد إن الثقافة تعني تحول الكائن من مجرد الوجود الطبيعي خد بالك شو ما بقول إيه إلى الوعي لهذا الوجود فيه كلمات كده أكنها مغناطيس بيختفني الإجابة تجسد العبارة أحد الرؤية وإحنا خدنا كم رؤية تلاتة المتعلقة بالثقافة وهي الثقافة شوف الإختيارات أو البداء كمعرفة كبناء من المفاهيم الأساسية كبناء من المفاهيم المطربطة كعملية إنسانية شانا قلت لك انت لما تمتلك مفاهيم والمفاهيم دي تساعدك اللي انت تفهم اللي حواليك وتفهم ما يحيط بك من أحداث ويبقى عندك القدرة على التفسير وتفهم العالم المحيط وتفسر أفعال الأشخاص حتى لو هما من ثقافة تانية انت عارف اني دي ثقافته يبقى طبعا هنا الإجابة الصحيحة الثقافة كبناء من المفاهيم الأساسية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر